وإلى البطولة الوطنية لكرة القدم حيث تأهل مساء أمس فريق الشرطة الوطنية للدرجة الثانية بهدفين مقابل صفر على فريق الهيئة الوطنية للأمن الغذائي جرت المباراة بإستاذ إدريس محمد عثمان بشير الرابعة تماما من أمسية الأحد الثلاثون من يوليو كانت هي ضربة البداية لهذه المباراة الرسمية التي جمعت بين فريقي الشرطة الوطنية وفريق الهيئة الوطنية للأمن الغذائي بملأب إدريس محمد ويا حيث كانت بداية هذه المباراة شهدت سيطرة واضحة من فريق الشرطة الوطنية مقابل ثبات واتزان واضحين من قبل الفريق الآخر المقابل ذلك قبل أن يتلقى فريق الهيئة الوطنية للأمن الغذائي هدفا مقابل الصفر في الدقيقة الأخيرة من الشرطة الأول الشوط الثاني شهد حماسا كبيرا من قبل الفريقين مع هناك سيطرة واضحة لفريق الشرطة الوطنية ذلك أمام أعين المدير العام لشرطة الوطنية ومعاونه الذين لم يخفوا تشجيعهم لفريق الشرطة جميع محاولات فريق القدر باءت بالفشل إلا أن فريق الشرطة لم يخيب عمل مشجعه وأضاف الهدف القاتل الثاني له قبل صافرة النهاية بخمس دقائق ليتوجه بعدها بلقب المباراة ويصعد رسميا لدرجة الأولى من البطولة الوطنية فوز مستحق لفريق الشرطة رغم صعوبة المباراة والندية بين الفريقين طيلة التسعون دقيقة من عمر المباراة كان ذلك تقرير محمد عثمان بشير حول المباراة التي جمعت بين فريق الشرطة والهيئة الوطنية للأمن الغذائي وتأهل الفريق الأول إلى الدرجة الأولى وليس الدرجة الثانية كما أسلفت هكذا سيداتي وسادتي نأتي وإياكم إلى نهاية النشرة شكرا لكرم المتابعة دمتم في أمان الله